لا لا دقيقة أستاذ أياد هم موجودين كمحتلين عفوا يعني لحد هاللحظة يكاظمي أو حتى عادل عبد المهدي يقول لك هؤلاء أصدقاء العراق نحن علينا أن ندرك حقيقة واقعية ونتعامل مع الاحتلال الأمريكي أتى والجيش الأمريكي يتواجد والآن قواعده وركائزه موجودة إن كانت 2500 أو كانت 3000 التوجه الأمريكي في البقاء في العراق هذه سياسة أمريكية ثابتة وهذا ما نوسف له طبعا عندما نتحدث في الواقع ونحن كعراقيين نتمنى أن يخرج الاحتلال من بلدنا لكن أين مقاومات خروجه هل نمتلك القدرة كحكومة على إنفاذ هذا القرار هل تستطيع حكومة العراقية الآن تواجه الولايات المتحدة وتقول له اخرجي خارجي العراق يعني أستاذ أياد هل تعتقد أن الأمريكان الآن موجودين كمحتلين نعم لا زال الأمريكان يحتلون العراق لا لا دقيقة أستاذ أياد هم موجودين كمحتلين عفوا يعني لحد هاللحظة يكاظمي أو حتى عادل عبد المهدي يقول لك هؤلاء أصدقاء العراق ويساعدون العراق وباتفاقية وأوراق نعم أنت سألتني وأنا أجاوب تفضل لكل إنسان رأيه أنت قدمتني الباحث في الشأن العراقي طيب عندما أتكلم بحقيقة واقعية أنا لازلت أعتبر الآن أي تواجد إن كان أمريكيا أو كان إيرانيا أو كان تركيا أو ما شام ذلك هو احتلال العراق لبلدي لا نقبل كيف تبحث عن استقلال سياسي وتبحث عن حكومة وطنية وهناك قوات أمريكية وهناك قوات أجنبية تتحكم بقرارك السياسي وقرارك الاقتصادي تتحكم بثروتك تتحكم باختياراتك معه وعلاقتك مع شعبك هذا موضوع لا نحاول أن نختار بعض العبارات ونسوقها والمواطن العراقي يعرفها والمتابع المشهد العراقي أنا أتكلم من صوت الحكومة هل هناك بلد في العالم لديه خبراء بقيمة 2500 جندي وضابط الخبراء يكونون مئات إحنا طلبناهم أستاذ رياد إحنا طلبناهم يعني أستاذ أحمد بما معناه فمعنى اليابان وألمانيا أيضا دول محتلة من قبل أمريكا أولا هذه الخوات 2500 أنا أتفق ويأقدم تور إلى 2011 الأمريكان كان يقولون إحنا دولة محتلة وبقرارات مجلس الأمن ولكن عندما انسحبوا من عام 2011 الحكومة العراقية جاءت إلى واشنطن وطلبت من أمريكا المساعدة بطرد داعش فهم باتفاقية جاءوا أنا محبطة لا يجوز أن نقول أستاذ حسن معناه أن هلمانيا محتلة لا لا أنت للتوضيح أستاذ أستاذ حسن أستاذ كاتو اسمي أستاذ كاتو سعد الله وليس حسن أستاذ كاتو أنا بالنسبة لما تفضلت به وجد نظرك أن أحترمه وأقدرها هناك اليابان هناك ألمانيا هناك أكثر من دولة لكن أنا أتكلم عن بلد العراق غزته الولايات المتحدة الأمريكية في 9 نيسان واحتلته هذا الموضوع لم ينتهي بعد وأنت قبل قليل جنابك أشرت بإشارة منطقية وواقعية الأمريكان لا يخرجوا من العراق إلى متى يبقون إلى أن تتحقق غايتهم غايتهم أن يبقوا على العراق ركيزة ومرتكز أساسي لهم في سياستهم داخل منطقة الشرق الأوسط هما لم يأتوا فقط العراق لثروته ولكن لموقعه ليكون العراق هو الحالة والمحطة الأساسية في الستراتيجية والسياسة الأمريكية هكذا أنا أرى ولذلك قد نختلف في المسميات ولكن أن لا نختلف وجود أمريكا على الأرض العراقية أنا من وجهة نظري لازل أعتبره احتلال وأحترم وجهات النظر الآخرين ولكن كيف تتعامل الحكومة العراقية الحكومة العراقية الآن ليس لديها القدرة عن تتحكم لأنه لا زال هناك قوتان نحن دائما نركز العامل الدول متمثلا بالوجود الأمريكي والنفوذ والهيمنة الإيرانية هذا موضوع عفوا يعني دائما الرد الأمريكي نسمعه يقول لك يعني لويد أوستن اليوم و2003 ما يصير إحنا نوصفهم بمحتلين هؤلاء جاءوا كمحررين من الدكتاتورية واليوم يعني هم ما داي حاولون يخلصون من سيطرة الميليشيات الإيرانية يعني عندما تأتي قوى خارجية وتحت البلدا آخرا وتسقط نظاما سياسيا في كل العلام في كل شرائع السماوية والقوانين الوضعية ماذا نسمي ذلك أليس غزوا عسكريا أم كما يدعونهم الآن هم عندما أتوا قالوا سنأتي بالديمقراطية وأنا سنحول العراق إلى واحة خضراء من الديمقراطية ماذا كانت نتائج العملية السياسية التي أتى بها المحتل الأمريكي بعد 17 سنة أليس هي سفكا من الدماء أليس هي كثيرا من الشهداء أليس ضياعا إلى ثروات البلاد أليس نهبا إلى أموال العراق أليس ضياعا إلى مجالية إيرانية لكن أستاذ آياد هم دائما يقولون هذه من إيدكم هذه من رواتب الموظفين عفوا أستاذ آياد لكن يقولون هذه من إيدكم إحنا سلمناكم البلد وطلعنا أنتو خربتوها وأنتو بكتوها وتتعاونتو مع إيران والدول أستاذ أحمد علينا أن ندرك حقيقة أن العملية السياسية التي أتى بها المحتلو دعمتها الأنظمة النظام الإيراني وميليشياتي عملت على مقطة مهمة جدا وهي تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي من زرع الطائفية السياسية والطائفية الدينية من أراد أن يجعل العراق ثلاثة أقاليم الآن نحن نتكلم قلنا الأيسى الآن الرئيس المتخب جون بايدن قبل عشر سنوات كان لديه موضوع تقسيم العراق إذن نحن الآن أمام معطايا جديدة لنتكلم بما حدث الآن